اشتركوا في القناة اشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا ويلا بنا نبدأ وفي صباح يوم جديد دخل قاسم لمجموعة شركاته وهو في كمة نشاطه فجودي بدلت حياته وكأنها بتمتلك عصايا سحرية وده اللي كان بيفكر فيه جميع العمال وهم شايفين ابتسمته البشوشة لأول مرة ونشاطه حماسه ففي الصادق كان بيعمل بجدية فعلا ولكن بلا روح ولا هدف أما دلوقتي فبقى بيعمل بحماس وهو عايز يوسع شركاته ويزود أمواله في البنوك عشان يأمن مستقبل أطفاله اللي هينجبهم من طفلته فدلوقتي بقى بيحلم لبعيد وبيشوف مستقبله مشرق جدا معها مش متخيل حياته بدونها وهو دلوقتي بالنشاط ده لأنه نام مبارح على صوت حبيبته وهي بتتمناله أحلام سعيدة فنام بعمل وراحة وسحي بالنشاط الرهيب ده ولبس هدومه وخرج من فلته وهو متجنب الكلام مع والديه واللي من الواضح أنهم لسه على موقفهم أما قاسم فمقرر أنه مش هيهتم لحد فجودي القاسم وقاسم لجودي وانتهى الأمر وطلع لمكتبه وقابلته مونة فقالت بدلة صباح الخير يا قاسم بيه قاسم بابتسامة لها لأول مرة صباح النور فرحت جدا ورجع لها الأمل من جديد ودخلت وراه وهي مش مصدقة نفسها أنه ابتسام لها أخيرا ومقابلش دلحة بصرامة والشدة زي كل مرة وعشان كده اعتقدت أنه لسه فيه أمل فهي ما تعرفش أنه هو سعيد جدا لدرجة أنه هيبتسم في وش عدوه لو شافه فتكلم قاسم وقال عندنا أيها النهاردة تلت عليه كل مهام اليوم وكل الاجتماعات فغمض عيني وأمرها بالانصراف وكانت هات غامر واتقرب منه ولكن جالوا اتصال ففتح عيني وثواني ورد قاسم على الاتصال بلحفة جديدة وقال حبيبتي صباح الخير كانت مونة لسه وقفة ما قدرتش تتحرك من شدة حقدها فبصت لها باستغراب وقال حاجة تانية يا مونة لا يا فانجو طب اتفضاي على مكتبك بصت له بغمود وخرجت بسرعة وهي في منتهى غضبها أما قاسم فمهتمش ليها وكمل كلامه مع حبيبته وهو بيقول أيو يا روحي عاملة ايه الحمد لله وعلى فكرة انت بتزوغ مني بس انا سايبك بمزادي هههه بزوغ محسسان اني مزوغ من المدرسة قاسم عشق قاسم طب اقول ايه طيب عايز انشف عليك شوية فدحك بصوت عالي لحد ما دمعت عينيه وقال من بين دحكاته ههههه عايز ايه ههههه تنشفي مش قادر الجو دي تنشف طب ازاي ايه يا قاسم اه انشف ما انفعش بصراحة لا طب اضحك علي وقول لي ينفع اوف هههههه طب عملي اه هو الجيلي عمره نشف ولا للمهلبية عsheلم ماغ انشفت قاسم عيون قاسم بتكسفني الله اها شفتي دا صوت واحدة ممكن تنشف ايه يعني ما حاولش ههههه او متحاوليش شو قديك زوقتي تانا زوقتي فين تاني بقى انت فكرني ناسية ولا ايه اول انبارح بالليل لما كلمتك كان شكلك متدايق ولما سألتك قلت هتقولي بكرة وجه بكرة وخلص وما قلتش وانا بقى متأكدة ان في حاجة لسه مدايقات فعلا يا جود في حاجة مدايقانة بس انا مش عايزها تأثر علينا شكلك متدايق بجد بص انا هقفل معك دلوقتي عشان المستر دخل اوكي اوكي يا روحي خلي بالك من دروسك عايزك شطورة اعب عليك ما تقلقش ماشي يا شاقية باي باي قفل قاسم التليفون وهو بيفتكت كلام والدي عن رفضهم ارتباطه من جودي وبعد نص ساعة مش اكتر من كده كان قاعد على مكتبه وهو مدي دهره للباب ومركز في اوراق صفقة مهمة جدا وسواني وحس بايد رائقة غمضت عينيه وصوت بيهمس انا جيد ما صدقش ودنه والتف بفرحة وقلبه بيدق فشاف جودي حبيبته قصاده فقال بفرحة جودي جتي امتى وازاي مش كنت بتقفلي في الكلام عشان المستر دخل صوتك كان مخلوق ووزع لنا مقدرتش هستحمل ولما كنت بقفل في الكلام كنت بقفل عشان قررت اجيلا وكنت عايزة اشوف هعمل ايه عشان اعرف اخرب من المدرسة واجيلا بجد يا روحي عملت كل ده علشاني ايوه طبعا فخرجت وجت لك مش معقول هحس انك تعبان وسيبا قاصد مش مصدق نفسه من الكلام اللي بيسمعه وكان بيتساءل هو عمل ايه في دنيته عشان يكافؤ ربنا بمكافأة زي دي فجودي بنت محلمش في يوم انه يلاقي زيها من الاساس صغيرة وشقية بريئة وجميلة وكمان فاتنة وحنونة بتحبه لذاته وبتحس بيه والاهم انها حنونة جدا بتتصرف بعفوية بعيدا عن مكر النساء ودهاء البنات فاللي بتحس بيه بتقوله ورغم صغر سنها الا انها بقت بتفهمه من غير ما يتكلم فكان قاصد قلبه بيدق من شدة الفرحة واللغبطة فما حسش بنفسه وهو بيرفحها من على الارض وبيبصها بلحفة وعشق فحس بخجلها ما بين ايديه وسبها وقال بصوت مليان مشاعر حبيبتي ااسف بس من فرحتي ما قدرتش امسك نفسي انا ااسف اوعتز علي كانت جودي بتهز راسها وبس فما قدرتش تبص في عينيه فشدها قاصم وقعدها علي كنا بقى وقال افهم من كده انك هتقضي اليوم معايا صح اه احلى مفاجئة ممكن تحصل لي قولي بقى اهلم دايقة فاتكلم قاصم وحكى لها كل حاجة بتخص رأي ابويه في موضوع ارتباطهم فاتكلمت جودي وقالت طب يعني كده خلاص هنسيب بعض غضت قاصم بشدة وتكلم بصوت افزع جودي نسيب ايه انت خلاص بقاتي لي اسمك تكتب علي اسمي وعمره ما حده هيبعدنا عن بعض انت سمعة طب اهدى اهدى بس انا بس مش عايز اعمل لك مشاكل مع اهلك ومش عايزك تخسرهم بسببك ولو ستيني هخسر قلبي وهخسر روحي جودي مش هينفع عيش من غيرك ساعة واحدة خلاص شلي من دماغك اي حاجة تخص الموضوع ده انا هتصرف فيه وان كان على اهلي لو متقبلوش جوازنا دلوقتي بكرة يتقبلوه لكن انا مش هقدر اتنفس بعيد عنك انت بقتي هواية بقتي نبدي انا بحبك قوي يا جودي بجد اول مرة احب واول مرة اقول عالحب خليك معايا من غيرك مش عايش يوم حاضر يا قاصم قالت كده وثواني وشدت ايده وقالت خد ايده ايه هتخطبيني لا بس انا زوجت من المدرسة وقررت بالنيابة عني وعنك اننا نتفسح النهاردة اوكي تعالي لا انت اللي تعالي معايا انت فكيرني اروح الاماكن الكائبة اللي كنت بتودي هالي دي كائبة دي اشيك واغلى اماكن في مصر لرجال الاعمال وبس هو انا قلت انها رخيصة لا انا قلت انها وحشة هي شيك بس ما فيها شروق ما عجبتنيش هات ايدك بس دي انا هزبطك قاصر بحاجة بمرفوع بستنكار تزبطيني تصدق بالله انا لو كان حد غيرك قالي هزبطك دي لكنت موته بايدي خلاص خلاص بلاش هزبطك خليها اشه ياسك ها ايه رأيك بس بس امشي قدامي من غير كلام بدل مفقد اعصابي لا وعلا ايه الطيب احسن يلا بينا مشي وراها وهو بيهز راسه بيأس وبيتكلم بصوت واطي قال ازبطك قال قاصر مهران هي تقلو ازبطك مجمونة بس بعشقها بصيت له جودي ولقته ماشي ببطء وبيتكلم بصوت واطي فمسكت ايده عشان يسرع في المشي واستجاب ليدها ومشيت وهي بتقوده قصاد جميع العمال وهم شايفين اللي بيحصل بمنتهى الدهشة واسناء ماشيهم كانت مهة ماشية وجنبها محسن وبيتكلموا فاتسعت عينها بدهشة وهي شايفة جودي مسكة بايد قاصم وبتسحب وراها بمنتهى الحماس وهو سعيد جدا وبيتبح برضى فمرت جودي من قصادهم وقالت بسرعة ازيك يا مهة ازيك يا محسن شاقت مهة وقالت بصدمة جودي بتعملي ايه هنا زوقتي من المدرسة يا جودي مهة حبيبتي اخر مرة والله هفاهمت بعدين قالت كده وهي بتشد قاصم ودخلت المسعد فاتكلمت مهة بغضب وقالت جودي يا جودي ولكن كان المسعد تقفل ونزل بهم لتحت فقالت مهة من اولها بتزوى البت مستقبلها داع خلاص دا يوم يا مهة ما تكبرش الموضوع كل من سي قاصم مهران ابقى قابلني لو لحقت معها التطريس حتى يخرب عقلك يا مهة انا رايح شغلي ماشي بس عينة تروح كده ولا كده هفقع هالك ماشي يا محميحو لا يا بي والله هبص في ورقتي ومليش دعوة بحد عما نشوف سلام بقى سلام وماشي بسرعة من قصات حبيبته الشارسة اللي ارتبط بيها وبنروح على بيت يامن اللي كان قاعد مستني اتصال مهم فيامن بطل يروح المدرسة من وقت ما اعلن قاصم خطبته على جودي وخرج من شروده على صوت رنة التليفون فمسكه بسرعة وفتح الخط ورد ايه يا شاكر كل ده الله يسلمك انا الحمد لله تمام وانت اخبارك ايه ماشي يا سيدي ازايك عامل ايه ها جبت كل المعلومات تصدق ياد انت زبالة وما تستهلش الجميلة بس يلا كله عشان خلته تشكر يا عامل قول بقى ولو انك ما تستهلش بس ماشي اخلص شوف يا سيدي زي ما قلتلك سمعته في الشغل فلا ولا اخبار عليها لكن سمعته النسائية ها ملياطة يا معلم احكيلي بس واحدة واحدة علي حكا شاكر كل المعلومات اللي جمحها عن قاصم وعن تاريخه النساء المشرف وفي مكان تاني كان قاصم قاعد في تاكسي جنب جودي وهو مش مصدق اللي بيحصل فاتكلمت جودي وقالت ايه يا قاصم سرحان في ايه انا لحد دلوقتي مش مصدق ان سمعت كلامك وسبت عربيتي وركبت تاكسي كده عادي اسمع مني هتتبسط المواصلات بتحلي الخروجة قالت كده وكان سواء التاكسي كالعادة بيسمع كلامهم وكعادة اي سواء مصري اصيل بيتدخل في الحوار وبيندمج معهم وكأنه يعرفك من سنين مش من خمس دقايق بس وكان في منتصف الاربعين فاتكلم وقال الله ينور عليك يا بنتي هو الخروجة تحلق من غير التامتيت في المواصلات قوله يا عمو اسمع منها يا استاذ انت بتكلمني انا فبص الجودي اللي بصتله باستنكار وقالت ايه في ايه بيتكلم كده كأنه عرفنا يا استاذ ده مصر كلها قوضة وصالة منفضة على بعض يعني ايه يا قاسم كلها عرفة بعضيها اتسعت عيون قاسم بدهشة وزهول وابتسم من حبيبته الشائية اللي بتتعامل بمره وعرفة لغة ولاد البلد فاتكلم السواء وقال بلك انت يا استاذ لو خرجت بالعربية ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ولا حاجة ولا هتحس بحاجة ولا اي جديد لكن اما تنزل وتركب مواصلة مع واحد زي ولا واحد غري وتغير وشوش واماكن وتكلم ده وتكلم ده بتفرق اسمع اللي بقولك عليه ايوه اسمع اللي بيقولك عليه فدحك قاسم بصوت عالي من كل قلبه فقالت جودي هتتبسط اسمع مني وبعد شوية وقف التاكسي وصاد شارع في عربيات للأكل فاتكلم قاسم بدهشة احنا هنأكل هنا هتتبسط اوكي نتجرب والحد هنا تكون انتهت حلقتنا اتمنى تعجبكم مستنية رأيكم في التعليقات وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لانه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار استودعكم الله مع السلامة شكرا